ومعنا بواشرة من نيويورك نصير العمري الأكاديمي والمحلل السياسي مرحبا بكم مستد نصير أهلا وسهلا بكم شكرا للاستفادة مرحبا بداية كيف نفهم هذا الفيتو الذي رفع ضد مشروع قرار يدعو إلى وقف ليطلق نار في غزة خاصة وأن الصين لا تستخدم عادة حق النقد لنادرا يعني بداية الولايات المتحدة أرادت أن تعود إلى المجتمع الدولي وتقول بأنها مع وقف إطلاق النار بعدما كانت ترفض في السابق كما جاء في تقريركم حتى مصطلح وقف إطلاق النار فهي أرادت أن تعيد الكرة خاصة بعد أن شعرت بالعزلة عالميا بسبب المساندة لإسرائيل فأتت بهذا القرار لتقول بأن أمريكا هي ليست الدولة التي تمنع وقف إطلاق النار بل أنها مع إعادة الرهائن ومع الوقف إطلاق النار في حين وصل أطراف النزاع إلى التفاهمات في هذه المفاوضات لوقف إطلاق النار وهذا قوبل برفض صيني وروسي والخوف هو أن الولايات المتحدة ستأخذ هذا القرار ويصبح هو المرجعية النهائية وتخطط في الولايات المتحدة هذه القضية بشكل كامل بالإضافة إلى المناكفات الدولية بين هذه الدول العظمى خاصة في قضايا مختلفة رأينا هذه المواجهة يعني فيها تصفية حسابات سابقة تتعلق بأمور مثل حرب أوكرانيا وغير ذلك لكن بالنسبة للموقف الصيني يعني عادة الصين يعني تمتنع عن التصويت عندما يتعلق الأمر بقرار لا توافق عليه أو بقرار ربما ترى فيه توازنا يعني الصين هناك ضغوط أمريكية كبيرة على الصين في ملفات مختلفة وما رأينا في الحقيقة اليوم يعني يمكن العودة به إلى مناكفات سابقة وتصفية حسابات بين الولايات المتحدة والصين وروسيا ورأينا مثلا وقوف الصين إلى جانب روسيا في حرب أوكرانيا وكان هناك يعني عزلة للصين والولايات وروسيا واليوم جاء وقت يعني الرد على الولايات المتحدة باستخدام الفيتو إذن هذه الدول لا تريد للولايات المتحدة أن تنفرد بقضية غزة وتقول بأنها انتهت من مجلس الأمن وأن هناك تصويت لإيقاف هذه الحرب هم يرون بأن إعادة الولايات المتحدة ربما بقرار آخر وبصيغة قوية ربما يكون يعني يزيد الضغط ويبقي الضغط على الولايات المتحدة يعني هو كما قلتم العالم يعني كله كان يضغط باتجاه وقف إطلاق النار وقيل إن هذا القرار يعني مسيس كثيرا يعني لماذا مسيس كثيرا وتم رفضه من قبل الصين والروسيا أيضا هو مسيس من الجهتين من ناحية الولايات المتحدة هي ربطت وقف إطلاق النار بإطلاق سراح الرهائن وهذا هو مطلب إسرائيلي ولا يأتي بجديد ومن ناحية أخرى هو مسيس في الحقيقة من قبل الصين وروسيا لأنهم يرون بأن الولايات المتحدة وإسرائيل تعاني يعانيان على المسرح الدولي وإعطاء الولايات المتحدة هذه الفرصة لكي تظهر بأنها يعني هي من تريد إيقاف الحرب هذا يعني يخفف الضغط على الولايات المتحدة لذلك هم يريدون يعني لدول المنطقة والعالم العربي أن تظهر أمريكا وإسرائيل بأنهم يعني يهاجمون العرب ويهاجمون أهل غزة بينما تظهر الصين وروسيا على أنها من تدافع عنهم فنعم التسيس صحيح ولكنه من الجهتين وليس من جهة واحدة وبالتالي ما الذي يعني يمكن أن يعجل بالتوصل إلى حل تفاوضي خاصة أمام هذا العناد الإسرائيلي وهذا التعنت الإسرائيلي وتمسك نتنياهو بالاشتياح البري لرفح يعني هذا هو السؤال الجوهري وبعد هذه المسرحية في مجلس الأمن وهي مسرحية متكررة في الحقيقة رأيناها في حرب أوكرانيا وهي تسجيل نقاط هنا وهناك يعني النقطة الجوهرية هي ما الذي سيحصل ورأينا اليوم ببلينكين يتحدث عن إغاثة المدنيين ويتحدث عن وقف هذه الحرب وتدخل دول عربية إذن لم تأتي الولايات المتحدة بجديد الآن هناك اجتماعات مع قيادات عربية حليفة للولايات المتحدة ويتحدثون عن صيغة سياسية وأمنية يعني تحل هذه المشكلة وكل ما رأينا اليوم في مجلس الأمن في الحقيقة هو محاولة إدارة السيد بايدن الظهور بأنها مع السلام ومع وقف هذه الحرب ولكن حقيقة لا يوجد فرق كبير بين الموقف الأمريكي والإسرائيلي وهو أنه يجب القضاء على حماس وبنفس الوقت إغاثة المدنيين والوصول إلى صيغة عربية لاحتواء هذا النزاع وهذه استراتيجية أمريكا وهي أظن بأنها استراتيجية إسرائيل أيضا أمام كل هذه التحذيرات الدولية من عملية برية في رفح ما الذي سيحصل برأيك إذا نفذت إسرائيل وعيدها وقامت بهذه العملية في رفح على الحدود المصرية نتمنى أن لا يحصل ذلك لأنه من الواضح حتى الأمريكي إدارة السيد بايدن التي أعطت الضوء الأخضر للسيد نتنياهو حتى إدارة بايدن تخشى من عواقب الهجوم على مئات آلاف الفلسطينيين وتخشى من أن الحديث أو حصول مجاعة هو في الحقيقة سيجعل الولايات المتحدة تخسر أقرب حلفائها في المنطقة فهناك خوف أمريكي حقيقي من المجاعة خوف حقيقي من ارتفاع القتل وهناك إدراك لدى السيد بايدن بأنه لا يوجد خطة متكاملة لدى الإسرائيلي وأن الحكومة الإسرائيلية هي الآن في الحقيقة تقوم بردة فعل عاطفية وسياسية ولا تحتمل إدارة السيد بايدن عشرات آلاف القتلى في رفح بعدما طلبت منهم إسرائيل الذهاب إلى الجنوب الآن يطلبون منهم الذهاب إلى الشمال وواضح بأن الأمريكي فقد الثقة بحكومة دنياهو وهذا جاء بتصريح مباشر من قائد الأقلية في مجلس الشيوخ وهو يعكس موقف السيد بايدن أيضاً شكراً جزيلاً لك ناصر العمر الأكاديمي والمحلل السياسي كنت معنا من نيويورك شكراً لك شكراً لكم